بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في هذه الحلقة سنتحدث عن أهمية الخطاب الوعظي للشباب كما نعرف أن الشباب هم مستقبل الأمم والشباب يعتبر طاقة وثروة كبيرة جدا لهذه الأمم مع العلم أن أعداء الإسلام يفعلون الكثير ليضيعوا وقت الشباب وكذلك يأخذ بألبابه للتفاهات عوض أن يحقق مسراه الصحيح ليكون عضوا فاعلا لنفسه ولمجتمعه لنتحدث عن أهمية الخطاب الوعظي للشباب ولنبين بأن الشباب قيمة هضمة وأن الإسلام قام على عاتق الشباب نصدف الأستاذ الكريم الدكتور أنس لغبيسي وهو أستاذ شعبات الدراسات الإسلامية في الفقه والفلسفة الإسلامية أهلا أستاذ الكريم الشباب ثروة الأمم وخصوصا الأمم الإسلامية إلا أنه مع الأسف في هذه السنوات الأخيرة بدأنا نرى تفاهات تصيب الشباب وانحرافات سواء في هذا الجانب أو الجانب الآخر الآن ما هو الخطاب الذي يجب أن يعتمده الوعظ ليعظ به الشباب ويحبب لهم إسلامهم الصحيح الذي يعطي قوة وطاقة وإعادة الاعتبار للشاب المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهذيهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين فالحديث عن ترشيد الخطاب الوعظي فهو أصبح ضرورة قصوى في هذا الزمن وأصبح حاجة ملحة في هذا الوقت خاصة نظرا لأن تطلعات الشباب للخطاب الوعظي الرصيني والمتزن فهي تطلعات كبيرة جدا فالشاب في حاجة الشاب فعندما نتحدث عن الشباب فالشباب فما ظنّت الشهوى ما ظنّت الشك ما ظنّت يريد الجديد يريد الجدة يريد دائما الأمور التي يمكن أن يبدو تبرز فيه شخصيته أن تزيد المجتمع أو أن تقدم المجتمع وأن تجعله في سؤدادين وفي تطلعين دائما نحو الإزدهار عندما نتحدث عن الخطاب الوعظي للشباب فلابد الحديث عن الثغرات وكذلك عن السلبيات التي تواجهوا هذا الخطاب سواء في المنهجي أو في الأسلوب أو في الموضوع والمحتوى لكن هناك إشكالات عميقة في الخطاب الوعظي الآن عندما نتحدث عن الخطاب الوعظي فالكثير منه يفتقد للهدف الكل الذي يفتقد كذلك لعدم الوضوح في تحديد ما المقصود من هذا الخطاب عندما لا تتضح الرؤية عندما لا يظهر الهدف بارزاً فيقع هناك تخبط في التخطيط السليبي للوصول إلى ذلك الهدف نكون واضحين سيدي أناس الغبيسي أنتم ما شاء الله أستاذ دراسات الإسلامية ولازلتم أن تصارون على أطرحات الماستر والدكتورات للشباب وأنتم ملتسقون بالشباب طبعاً ذكوراً وإناثاً شنية الحاجة أنتم تتعرفوا؟ الرغبة الشباب شنو تطلبوا؟ كيف يجب أن يكون هذا الخطاب؟ كيف نقدمه؟ في أي حلة؟ تتعرف الآن الشبكة العنكبوثية وجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة تستقطب الشباب بسرعة زر كيفاش ندخل في هذه المنافسة؟ وهذا التحدي الكبير دي العولمة؟ نعم، فمع العولمة ومع التقدم التكنولوجي الحاصل فقد أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة والأفكار أصبحت الأفكار تتوارد وتصل إلى البيوت فلم يعد فقط التربية مقتصرة على البيت أو على المدرسة أو حتى على الشارع فهناك أصلاً الهواتف المحمولة وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فأصبح على التأثير الكبير هم مع الشباب متخصصون في هذا؟ نعم، نعم تصيب طفل عنده 8 سنين، 10 سنين ومن شاء الله تيوري الأب دي يلو الأم كيفاش يشتغلوا في هذا بدون شك أولادنا فهم أكثر منا خبرة في هذا المجال وهذا أمر عادي جداً بحكم شغفهم به وبحكم تطلعهم لهذا الجديد ودائماً عندما نتحدث عن الشاب فنتحدث عن الجدية ونتحدث كذلك عن الجديد الأمر المهم الذي أريد أن أشير إليه وهي في مسألة الخطاب الوعدي وإشكالاته هناك إهمال للخطاب العقلاني والخطاب المنطقي ونحو الجانب العاطفي فالتركيز على الجانب العاطفي بمفرده نعم، التركيز على الجانب العاطفي فهو أمر مهم فهو يهز الوجدان، الدموع، التدريف ولاك تأثر كبير جداً ولكن هذا التأثر يكون تأثراً زمنياً من ناحية الزمنية قصيرة جداً وأما التأثير الحقيقي فهو تأثير تأثير الخطاب العقلاني المتسم بالمنطقية عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي جاءه كما في مسند الإمام أحمد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذلي بالزنا فالصحابة قاموا ثائرين على هذا السؤال غير المؤدب لهذا السؤال الذي ينم عن تهور والذي ينم عن عدم احترام لجانب النبوي الشريف فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدنه يا فتا فطلب منه الاقتراب وقال له أترضاه لأمك فقال لا ولا الناس يرضونه لأماتهم فقال أترضاه لابنتك قال لا ولا الناس يرضونه لبناتهم أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك فسأله أسئلة خمسة هذه الأسئلة كانت سبباً في ابتعاد هذا الشاب عن الزنا وعن مؤثلاته الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم رعى عقل هذا الشاب ووجدانه وكان هناك حوار هذا الحوار هو اللي يخصي يكون مع الشباب هكذا تقصدون أستاذي نعم ينبغي أن نخاطب الشباب بعمق في فكرهم وفي عقلهم وكذلك في وجدانهم وفي قلبهم ويجب أن نمازج وأن يعني أن يتمازج الخطاب العقلاني مع الخطاب الوعدي العاطفي إذن التركيز على جانب دون جانب فإنه مفقد للخطاب لقيمة الخطاب الآن السؤال أستاذي أنس فين يخصي يكون هذا الخطاب؟ في المسجد؟ مش الشباب كلهم يدخلوا إلى المسجد إذا عندما نتحدث عن الخطاب ينبغي أن يكون متنوعاً ولا يجب التركيز على الخطاب في المسجد لأن مرتدي المسجد أصلاً قلة ثاني شيء الشاب أصبح يجد لذته في مثلاً تتبعي وتصفوحي الشبكات العنكبوتية إذن فينبغي أن نخاطبه في مثل تلك المواقع المواقع الإلكترونية كين هناك مجموعات شبابية كين هناك الفيسبوك كين هناك مجموعة من الوسائل للتواصل يجب أن يقتحمها الدعاة وإلا فإننا لن نخاطب إلا فئة قليلة من مرتدي المساجد ينبغي كذلك أن لا يكون هناك فقر في الموضوعات فينبغي أن يكون هناك خصابة وخصب في انتقاء المواضيع عندما نتحدث عن انتقاء المواضيع فهو أمر مهم جدا بالنسبة للشاب فتلك الحديث المعادة والمقرارة تلك المواضيع التي أصبحت تلوكها الألسينة فأصبحت مملة بالنسبة للشباب رغم أهميتها ممكن نخاطب مثلنا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والحديث السنة النبوية الشريفة هناك يعني تفرف هذه المادة الإعجاز العلمي نعم مثل هذه المواضيع فإنها تستهو الشباب عندما تتحدث عن الإعجاز عندما تخاطب العقل عندما تجد مثلا الإعجاز في التشريع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في السنة النبوية الإعجاز في المعاملات المالية في المعاملات التربوية فهذه تستهو الشباب إذن ينبغي تغيير خطابنا من الخطاب التقليدي إلى خطاب جديد المتنور إلى خطاب يعني فيه نوع من الإبتكار والتجديد وأما التقليد والشيء المكرور فأصبح لا يحبه السباب ولا يقبل عليه وما ننسى أستاذي الكريم الدور دي الأباء والدور الأساتذة يعني هذه التربية المباشرة اللي ستكون يعني من دامجة مع طريقة دي المعاملة مع هذا الشاب الأستاذي عرف بأنه ره نموذج دي لك الشاب أنه يكون عنده فعلا العمل صالح أمام الشاب وهكذا يأخذه كقدوة وهذا خطاب صامت هو خطاب دعوي لكنه صامت يرى أستاذه تقيان وكذلك أمه وأبو يعني بالقدوة نعم عندما نتحدث عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان قلقه القرآن فقد كان قرآنا يتمشى على الأرض إذن فكان يبلور تلك الخناعات وتلك الأفكار وتلك المبادئ التي يعيض بها يعيض بها الناس كان يبلورها وكان يجعلها في حياته فهذا هو سبب تأثير كبير جدا في الشاب وهو أن ما تقوله هو ما تفعله و الأمر المهم جدا وهو ما قاله علي بن أبي طالب في مسألة الدعوة وفي مسألة الخطاب الوعدي قال وليكن تذيبك بسيرتك أكثر من تذيبك بكلامك إذن القول فعا فعلا مؤثر الهاكن التربية بالقدوة الخطاب بالتسنن بذلك القائل بفعله فهو أولى وأتم وأكمل وهكذا يمكن أن نحسن شبابنا كذلك من الخطاب الدعوي الذي يكفر ويبدع والذي يمكن أن ينشر الفتن بين الأوساط المسلمة نعم إذن هنا لا بد من الحديث عن ضوابط الخطاب الوعدي من أهم ضوابطه أولا وهو الاعتماد على الكتاب والسنة في الاستشهاد فلأن الكتاب والسنة هو أصل كل مواعد نعم عندما يكون الخطاب الوعدي خاليا من الاستشهاد بالآية القرآنية أو بالحديث النبوي فإنه يكون حديثا ضعيفا عندما نتحدث عن حسن الاستشهاد كذلك حتى حسن الاستشهاد بالقرآن الكريم عدم اللحن في تلاوته عدم الخطأ في قراءة القرآن الكريم الاستشهاد بالحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله وفي الحديث الصحيح ما يغني عن الحديث الضعيف عندما وهو مذهب الإمام البخاري ومسلم وكذلك ابن العربي وابن حزم عندما نتحدث عن الخطاب الوعدي يجب أن يتأثث كذلك ببعض الشعري الهادف وكذلك ببعض الحكم حكم الفلاسفة والمربين فتقول موعظة عبارة عن بستان فيه كثير من الظهور وكل ظهرات فيها لون يحبب للناظرين وفيها كذلك رائحة تفوح فتؤثر كذلك في جمالية جمالية الخطاب عندما نتحدث عن أمر آخر وهو التثبت في بعض القصص التثبت فهناك قصص فيها العبارة والإتعاد والاعتدار سواء قصص أنبياء أو غيرها لكن ينبغي أن تثبت فيها فعندما تأتي ببعض الخيالات ببعض القصص الخيالية فهي منفرة للشباب عندما أعطيكم قصة مثلا رواها الإمام الدهبي وهو أن الإمام أبو حنيفة النعمان توضأ بوضوء العشاء بوضوء الصبح أنه صلى صلاة الصبح بوضوء العشاء لمدة أربعين سنة يعني هذا أمر أقرب للخيال وقد نبه إلى ذلك الفيروس أبادي قال وهذا أمر أشبه بالخيال وحتى إذا كان علي يكون باب الكرامة لكن أربعين سنة هذا لا يمرض لا يتعب لا ينام إضافة إلى أنه مخالف للسنة فيأتم أفضل في جديد الوضوء الوقت أخذنا أستاذي أنسل غبيسي أنت متحمس لهذا الخطاب يعني الدعوي للشباب الذي سيكون في نوع من الجديد وكذلك نخاطب الشباب بالجمالية وبالمحبة وبالشغف وكذلك الخطاب العقلي والحوار وأن يقترب هذا المخاطب من الشاب يعني قربه من ابنه هكذا بنوع من التواضع ومعرفة أحوال الشباب اللي عندهم نوع من تبغيبينه يعني شخصيتهم ويكونوا على دراية وعلى علم إذن هنا أحبابي المشاهدين الكرام أخذنا يعني صورة موجزة كيف يجب أن يكون الخطاب الدعوي للشباب وكيف يمكن أن نجدد هذا الخطاب لنستقطب شبابنا وهم مستقبل الأمة إذن نجدد شكر الأستاذ سيدي أناس لغبيسي وهو أستاذ بالدراسة الإسلامية كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط ونشكركم على حسن إسرائيكم نتمنى أن نلقاكم في موضوع آخر وحلقة أخرى من برنامجكم الأسبوع محبب في ظلال الإسلام والسلام عليكم دمتم في أمان الله وحفظه